أزرت محكمة منطقة خيمكي بضاحية مونسكو حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات لدعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينار بتهمة تهريب المخدرات وعتذرت بريتني جرينار لفريقها وأقاربها وقالت إن خطأها عندما حزمت أمتعتها بسرعة وتم احتجاز بريتني جرينار في مطار بمونسكو في فبراير الماضي بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا ودع الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا إلى إطلاق سراح جرينار على الفور